السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله سنحاول نصح الامتحان جهوي الموحد في مادة الرياضيات لجهة سوس مسا دورتس يونيو 2019 إذن بدأوا بتمرين الأول اللي كان على شكل أسئلة الاختيار من متعدد بحال عملي فات يعني تعطيكم السؤال قدوم جمعة من الأجوبة وانت خاصك تختار الجواب الصحيح من بين الأجوبة المقترحة إذن بدأوا بالسؤال الأول صورة النقطة F بالإزاحة التي تحاول G إلى H دونك احنا هنا بغينا الصورة دي لهاد النقطة بواحد الإزاحة اللي كتحولينا G إلى H دونك إلا كنت كتحول هاد G إلى H بطيط الحال هاد إفادة غيتحولها لهاد النقطة E بحيث هاد الربع يكون متوازن الأضلى وهاتش اللي هنا في الموطيات إذن صورة دي لهاد F هي النقطة E بهاد الإزاحة اللي كتحولينا G إلى H إذن الجواب الصحيح هو E غادي نمرو السؤال الثاني دونك هنا بنسبة للسؤال الثاني قال لك صورة دي للمستقيم E H دونك صورة دي لهاد المستقيم لمارن من E و ممارن من H بالإزاحة التي تحول H إلى F بوحد الإزاحة اللي كتحولينا هاد H إلى F أشنا هو؟ نقص الصورة دي لهاد المستقيم بهاد الإزاحة هادي دونك إلي زيحنا هاد المستقيم بهاد الإزاحة على إيش غدين حصله؟ حونتان عفوه بنسبة الإزاحة صورة دي لأي شكل؟ أي شكل؟ يعني بحاله؟ بنسبة الصورة دي للمستقيم هو مستقيم T و Z دونك هاد المستقيم إلي جرينا من هنا لإهنا علي ايش نحصوه على ايش نحصوه الى واحد المستقيم اخر ديز من هاد النقطة F وفي نفس الوقت تيوازي هاد المستقيم هذا اذا هو هاد المستقيم FG اذا الجواب الصحيح هو المستقيم FG نمر السؤال الثاني اللي خاص بالدلة الخطية ممكن نعطاكم نعتبر الدلة الخطية F بحيث FG تساوي ثلاثة والسؤال الثاني قالوا لنا Fx تساوي يعني هو هاد الجواب او هاد او هاد بطبع الحال الناس نقلبوه على الصغة ديال هاد الدلة اولا بنسبة F كما النفر المعطيات هي دلة الخطية اذا بنسبة تعبير ديالها غالي تكتب عليها هاد الشكل هادا Fx تساوي Axt يبقى لنا فقط يعني نحدو هاد A اللي كيتسمى المعامل الموجه اول ميل ديال هاد الدلة اذا بنسبة طريقة ديال تحديد A كنديره A كيساوي Fx على X لونك هاد بصفة عامة غاد نعود هاد X هادا بشي افصل عندي لونك عندي انا الصورة ديال الجوج هي ثلاثة اذا X غاد نعوده بهات جوج لونك غاد ندير F لجوج على جوج والصورة ديال الجوج هي ثلاثة اذا A كيساوي ثلاثة على جوج بمعنى أن Fx كيساوي ثلاثة على جوج اكس اذا التعبير ديال هاد الدلة هادي هو هاد اذا الجواب الصحيح هو الجواب الثاني يعني ثلاثة على جوج اكس نمرو الشيخ الثاني من هاد السؤال الباء دونك هنا يعطاكم يعني واحد الشكل هنا وقال لك تمتيل مبياني ديال الدلة F اشنا هو واش هو المستقيم D او المستقيم L او المستقيم دلتا دونك احنا المعطيات المتوفرة هنا بنسبة ال F قلنا ديال خطيئة يعني التمتيل ديالها غاد يكون ديز من أصل المعلم اذا النقطة اللولا هي هاد النقطة التانية ان الصورة الجوج هي 3 اذا الدل رافيتها من هاد النقطة احدثيات الجوج 3 يعني اللي أفصل ديالها جوج و العرتوب ديالها 3 يلي أفصل جوج و العرتوب ثلاثة نقطة التانية هاد تمتيل المبياني ديال غاد演 قال ان و nooit 1998 وفي هاد الاجوبة المقترحه المستقيم الى زمي다는 نقطة هو المستقيم ديالتا إذا الجواب هنا هو المستقيم ديالتا غد نمره للتمرين الثاني وغد يمشي للسؤال الأول لخاص بالمعادلات إذا بنسبة المعادلة الأولى معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين واحد لوا أكس طبعا الحال يعني طبعا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هذه النوع دي المعادلات يعني كندروا ما جاهل في طراف معلين في طراف ونبسطوا نحسب إلى غير ذلك ناقص 3x غد نبقى بلاستها بنسبة لتسعود x بين قصين غد نجيبوا على جهة ولي ناقص تسعود x 6 أيضا غد نبقى بلاستها وناقص خمسات ولي زائد خمسة وغد نبسط هاد تعبير هادا غد ناقص 3x ناقص تسعود x هي ناقص 12x وستيلزنا لها خمسة هي 11 كدبقان لا فقط هاد ناقص 12 هنا نتخلصه منه والعمل يلي كدربتها مع x هي عمل يدي للضرب إذاً غد نقسمه لها غد نقولي x كدسعود 11 شعله ناقص 12 ومن سويش هاد الجملة ومن هو حال هاد المعادلة هو 11 شعله ناقص 12 إذاً كان هادا الجواب ديال السؤال أو الشيق لول من هاد السؤال مشوا المعادلة التانية اللي هي على شكل يعني معادلة من الدرجة التانية ممكن هاد النوع ديال المعادلات أيضاً كنا عارفوا في الطريقة كيفاش نتعملوا معها وفهاد المستوى ديال الثالثة إهدا دي يعني نرى فقط طريقة واحدة ديال أنه إلا كان الجو��� ديال الجوج ديال الآداد كي تقومي غدا تقول واحد فيهم كي تقومي إما هذا كي تقومي غدا تذير يعني أنا 10 ناقص 5x كت specially أو 3x ناقص 12 كي تقومي إما إلا كان الجواد ديال لات جوج كي تقومي يعني إلا واحد فيهم كي تقومي كيد نكون حصلنا على alter سياجر لديها المواعدلة من الدرجة الأولى وحنا سنعرفوه كيفاش نتعاملوه معهم غادي ندير مجاهل في طرف مالين في طرف ونبسط ونحسب إذا ناقص 5x غادي بقى بلاسة كتساوي ناقص 10 أيضا 3x غادي بقى هنا ناقص 12 تولي هنا هي 12 وتبقى فقط الخطوة الأخيرة نقسم على هاد ناقص 5 x كتساوي ناقص 10 على ناقص 5 و ناقص 10 على ناقص 5 هي جوج بنسبال هنا عندي x كتساوي 12 غادي نقسمها على 3 هي 4 وبالتالي يعني المواعدلة عندها جوج ديال الحلول ومنهم للمواعدلة الحلان هما جوج هو 4 غادي ميشول السؤال الثاني لخاص بالمترجحات ناقص هنا أعطاكم مترجحة يعني بحال المواعدلات غادي المجاهل في طرف مالين في طرف ناقص 5x غادي بقى بلاسة ناقص 7x هاد واحد تواب قبل اسطو ناقص واحد ولا زائد واحد و تجمع 5x 7x غادي تعطينا 12x 1 زائد واحد يجوج ثم تتبقى لها فقط أنا نقسم على هاد طبع هذا الفرق الواحد اللي كان بين المترجحات المواعدلات فقط يعني فهذا الخطوة فاش نبغي نقسم و نبغي نضرب خاصة نرد البال هاد الاعداد واش هو موجاب ولا سليب إذا كان سليب رأى هذا الرمز يتغير متفاوتك تغير وإذا كان موجاب يعني رأتي بقى كما هي فهذا الحالة رأتاكم موجاب يعني ما غاديش يتغير غادي ندير x أكبر قطعا من جوج على 12 وإلا بغي 7 زائد انك تبسط هاد جوج على 12 يعني تختاز بجوج غادي تعطينا x أكبر قطعا من 1 على 6 وما تنساش هاد الجملة هادي ومنه حلول هاد المترجحة هي جميع الأعداد الحقيقية الأكبر قطعا من 1 على 6 قلنا بنسبال هاد الجملة فين كتجيبها فاقعت منها تستر فاش تكون عندك x كبيرة قطعا من 1 على 6 يعني رأيكم بزاف دي الأعداد اللي كبارين على 1 على 6 وبالتالي المترجحة عندها مجموعة من الحلول يجب على الأعداد الحقيقي ولكن هاو التنين ماشي كلهم يعني فاقعت اللي كبار قطعا من 1 على 6 هاد الجملة بالحمر تقول ما ال x x أكبر قطعا من 1 على 6 إذاً غاديمشو السؤال ثلاثة اللي خاص بالنظمات أعطاكم هاد النظمة هادي طويل الحال بالنسبة لهاد النظمة يعني بالنسبة للسؤال أنا أعطاكم حال النظمة فقط يعني ما فرضوش عليكم الطريقة اللي غادي تعتمدوا عليها يعني وتيب قليك الاختيار وثلاثة الدرس هنا ثلاثة الحالة سيما تطبق طريقة التألف الخطيئة والطريقة التعويض أو طريقة المبيانية ونحاول نختار شي طريقة بين هاد الطرق وناطبا لنا الطريقة مثلا مثلا تألف الخطيئة يعني نقدر مثلا نربحوه بها شوية الوقت مثلا إلا جمعينات استرمات 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 استرماتها غادي محيي ناحية وغادي يقول لنا ناقص ثلاثة إكس زائد إكس يعني غايقول له عنا غير واحد المجهول وذلك الساعة غادي نحصل على مواعدة من الدرجة الأولى نحنا غادي نحاولو نطبق طريقة أخرى اللي هي الطريقة ديال التعويض ومنسبة لطريقة ديال التعويض غادي تخلي إكس هنا شكامل غادي تجيبو لهات جي يعني هي تولي X تساوي ثلاثة زائد Y وهذه القيمة هذه اللي قيتي بنسبة X في المعادلة الأولى غايتمشي المعادلة الثانية في الميبن لك X غايتعوض بهذه القيمة هذه بمعنى بلاست X غايتدير ثلاثة زائد Y غير ما ننسوش الأقواص إذن غايتنحصل على ناقص ثلاثة عامل بلاست X درنا عوضنا بهذه القيمة هذه عامل لي ثلاثة زائد Y زائد Y كتساوي ناقص سبعة وغايتنا نخدمه فقط على هذه اللي هي معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين واحد وهو Y وهذا هو الهدف دينا أنا نحصل له معادلة فيها مجهول واحد ماشي جوجد المجهيل إذن غايتنحاول نبسط هذه هذه غايتنخليوها تار من بعد ناقص ثلاثة ضرب ثلاثة هي ناقص تسعود ناقص ثلاثة اللي ضربناها في زائد Y هي ناقص ثلاثة Y زائد Y كتساوي ناقص سبعة ناقص ثلاثة Y زائد Y خسرتي ثلاثة درهم مثلا وربحتي درهم غايتولي ناقص جوج Y ناقص بعد بقابلة ستاو ناقص تسعود بحالي اللي غايتنجيبوه تولي زائد تسعود ناقص سبعة وربحتي تسعود بحالي اللي ربحتي جوج ناقص Y كتساوي جوج بقاتلنا خطوة أخيرة فقط نديره Y كتساوي جوج وغايتنقسموها على ناقص جوج جوج على جوج ايه واحد وهذا ناقص رغي يبقى إذا لقنا القيمة ديال Y عشون تبقى لنا؟ تبقى لنا باش نلقوا القيمة ديال X فقط يعني غايتمشي لهذا المعادلة وغايتعود Y بهذا القيمة هذي وغايتلقى القيمة ديال X فقط يعنيอ상 10 3 y 0 y 3 ناقص y cont إذا أخذها هذا الجملة ومنه حل هذا النظمة هو الزوج جوج للقتي في X و ناقص واحد للقتي في Y سننقل الى التمرين الثالث النقل الخاص بالإحصاء وهنا أعطاكم مجموعة من المعطايات وهنا أعطاكم واحد المخطط للقطبة وهنا بنسبة السؤال قال لك ستنقل هذا الجدول و ستتعمره بالنسبة لها السؤال بالسؤال فقط تشاهد غير تطلب لها الشيء المكتوب هنا عدد الكتب وبنسبة الخانة الأولى خاص بالعدد الكتب المقرؤة يعني خاص بهذا المحور وبنسبة الخانة الثانية هنا الحاصص وهنا أعطاكم هنا الحاصص وبنسبة لواحد هرا غادي تعطينا غادي تعطينا حداش هيا اللي أعطاكم هنا واحد حداش هنا بنسبة لجوج غادي تعطينا أربعتاش هنا هي أربعتاش وثلاثة ثلاثة في عدد الكتب المقرؤة شنو هو الحاصص ديالها هو تسعود هو تسعود هنا هي تسعود وبنسبة لبقاء لكم هنا قيمة الميزة للحاصص ديالها وهذا الربعة نحن عمرنا هذه الجدوان إذا سأذهب إلى السؤال الثاني أريف حدد منوال هذا المتسلسلة الإحصائية منوال ديالها المتسلسلة الإحصائية هو قيمة الميزة لديها أكبر حاصص القيمة الميزة في هذا الأداد اللي عندها أكبر حاصص هي قيمة الميزة جوج لماذا؟ لأن الحاسس هو الكبير في هذا الحاسس الذي لدينا هنا وهو 14 إذن جواب هذا السؤال ستكسب من والمتصاصيل الإحصائية هو قيمة الميزة جوج لماذا؟ لأن لها أكبر حاسس وهو 14 إذن سنذهب إلى الشيخ الثاني من هذا السؤال الثاني ونحاول نحسب المعدل الحسابي طريقة كيف نحضر المعدل الحسابي فقط يعني أنه تمدع لها الجوال ديال الحصيصات لذلك المعدل الحسابي سنضع M لموين كيساوي سنضع 11 ديال واحد 11 ضرب واحد ستزيد عليه 14 ضرب جوج ستزيد عليه 9 ضرب 3 ضرب 6 ضرب 4 ستأخذ هذه المجموعة كاملة ستقسمه إلى الحصيص الإجمالي جميع من الكاملة فقط引د حصيصễين فقط 800 ضرب 7 ضرب الشيخfal كاملة أعمال 11 ضرب 14 ضرب 28 ضرب 28 ضرب 28 ضرب 27 ضرب 24 ضرب 29 ضرب 20 ضرب 30 ضرب 44 ضربها 25 إذن هذا كان الجواب للسؤال سوف نبدأ للتمرين الرابع لخاص بالدلة تعلو فيها قال لك اللي تكون G دلة تعلو فيها وأعطاكم هنا مجموعة من الأعداد والصور بالنسبة للسؤال قال لك حدد معامل الدلة G بالنسبة للمعامل أولا G دلة تعلو فيها إذن الصغر ديالها تكتب على هاته الشكل G ل X تساوي A X زائد B بالنسبة لتحديد A معامل الدلة G هنا رأينا الطريقة كيف نحضر سنقوم بإذن A كي يساوي الفرق الأرتوبي أو الفرق الصورتين على الفرق الأفصولين هنا تأخذ أفاصل و أين تجلبه تجلبه من هذه المعطاية إما تجلب هذا واحد و ستحيد منه ناقص واحد أو تجلب الأكس غير هو الترتيب اللي درته هنا يخصك طرعه هنا هنا يلفوق و متى إحنا يسبقنا بهذا ناقص واحد ناقص واحد إذن الفوق ندير الصورة ديال هذا G ناقص واحد ناقص الصورة ديال واحد و من بعد كنت تعود جيلي ناقص واحد رأي عندك هنا هي ناقص ربعة ناقص 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 و جيلي واحد هي ستة خسرت ستة هي خسرت 10 ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج ناقص عشر على ناقص جوج هي خمسة لانا القسم جوج ديال ناقص ترى يمشي وعشر يجري لقسمتي على جوجية خمسة لذلك المعامل ديال هاد دالة هو خمسة وهذا هو الجواب ديال هاد السؤال ما هو السؤال الثاني قال لك عبر عن جي لإكس بدالالة إكس يعني خاصة تحدد الصيغة ديال هاد دالة هادي لذلك قلنا جي دالة ألو فيها يعني الصيغة ديالها ركا تكتب عليها الشكل هذا لذلك بنسبة لآه راح تحددناه لذلك كي يسوي خمسة ما شو يبقى لنا ؟ يبقى لنا فقط بي إذا جي لإكس كراء كي يسوي خمسة إكس زائد بلا أن أعراسة في العلقينة كي يسوي خمسة لذلك شو غاد نزيده فقط يعني واحد الخطوة أخرى ديال تحديد هاد ببنسبة لطريقة كيفاش كنحدده غاد نطلق من هادي هادي بصفة عامة وغاد نعود هاد إكس هاد بشي عدد اللي عندي هنا إما بنعود بهذا ناقص واحد ولا بهذا واحد يعني هاد إكس اللي هو أفصل غاد نعوده بشي أفصل من هاد جوج الأفاصيل هنا في المعطيات إذا هنا غاد نعوده بواحد في مي بلينة إكس فاتسر غاد نديره بلاستو واحد وغاد نحصل على هاد استراد جي لإيه اللي واحد كي يسوي خمسة ضارب واحد زائد بي ومباد يعني غاد نبساط غاد نعود أولا جي لإيه واحد بستة غاد نتولي عندي ستة كتسوي خمسة زائد بي يعني هاد بي كي يسوي ستناقص خمسة اللي هي واحد وبالتالي السيغة ديال هاد دالا هي جي لإيكس كتسوي خمسة اكس زائد واحد نحن نمشه للتمرين الخامس نحن هنا بنسبة للتمرين الخامس السؤال اللي هو قال لك تحديد الزوج إحداثياتي المتجهة A B نحن طريقها كيف نفتحه المتجهة A B نفتح واحد القوس إحداثياتي يعني الأفصول ديالها أو الأرتوب ديالها مانجه العشرة غاقي يساول إدان المعطيات اللي غاد نحتاجي الى هاد يخدمها على النقطة A واحداتيات الدية التي هي البلد ت بي إدان بنسبة لأحداتيات ديالهاifikة A B الأصل ديالها review A و الطرف ديالها B نكس ديال الطرف ناقص ديال الاصل إدان سوف نض��록 هي الأفصول ديال الطرف ناقص الأفصول ديال black وبالتال 장ب الأرثوب ديالها كهو الأربوب ديال الطرف ناقص الأربوب أصل ثم بعد كنعود نقل X بي وهو 7 ناقص X ديال A إذن سنقوم بـ 7 ناقص 1 هنا وبالنسبة للأرتوب ديال هاد المتجهة هو وجوج ناقص 5 و 7 ناقص 1 هي 6 و وجوج ناقص 5 هي ناقص 3 إذن إحداثيات ديال هاد المتجهة هما 6 و ناقص 3 سننذهب للسؤال الثاني وهنا المطلوب هو إحداثيات ديال نقطة M اللي هي منتصف القطعة B C إذن المعطاية اللي غد يحتاج لهم بنسبة لهذا السؤال هما إحداثيات ديال نقطة B و إحداثيات ديال نقطة C إذن بنسبة لطريق كيفش نحدده إحداثيات ديال هاد المنتصف M منتصف ديال هاد القطعة B C يعني واحد النقطة كان بناتهم يعني يكفي فقط أن ينجمع هاد الأفصولين و نقسم على جوج و نجمع هاد الأفصول ديال بي و نزيد عليه هاد الأفصول ديال C و نقسم على جوج و هاد الأفصول ديال بي نزيد عليه هاد الأفصول ديال بي نزيد عليه هاد الأفصول ديال C و نقسم على جوج من بعد ...زائد 0, هي جوج مقسم على جوج إياه واحد إذا إهداتتها لهاد AML هي منتصف بـ B-C ...وهما خمسة واحد سيبدأ لذالث سؤال الثالث الـ هنا قال لكت حدد الموعدة المختصرة للمستقيم بـ B-C يعني إحنا نريد أن الموعدة المختصرة للمستقيم لسمنا بـ B-C بالنسبة للمواعدة مختصرة أي مستقيم تكتب عليها الشكل يقري كيساوي AX زائد B فقط أن نحدد هذا A اللي كي تسمى الميل ديال هذا المستقيم ومن بعد كخطوة ثانية أنا نحدد هذا B إذن بالنسبة لطريقة تحديد A كان دير A كيساوي الفرق ديال أرتوبين إلى الفرق ديال الأفصولي طيب الحال كان أدرع الأرتوبين ديال هذو كل نوقات لديه المستقيم هذا المستقيم مدام أننا نسمينا B يعني أنه تيمر من النقطة B أو تيمر من النقطة C إذن سوف نح liberar أرتوبين لدية النقطات يعني في المعطاقة سوف نحتاج فقط الأحداثتين لدية النقطة B و الأحداثتين لدية النقطة C إذن سوف ندير الفرق ديال الأرتوبين على الفرق ديال لأفصولها كان أعود ثم كان أحسب إذن ناقص 0 هي ناقص 3 وهنا فقط يعني غير اختزلنا ونحمل بالكا Brown أربعة أربعة أيж يجرب جوج سوف نمش فوق 1 والتحت سوف نkat سوف نعودそうそう إذن بالنسبة للموعد المختصرة للمستقيم تصبح Y تساوي 1 على جوج X لأن هذا بقى A لقنا بلص 1 على جوج إذن سنعود بـ 1 على جوج 1 على جوج أفوال X زائد B إذن بالنسبة للموعد المستقيم سنحتاج لشين وقتا كنتمي لهذا المستقيم نقم دم أننا اسمينا بـ C يعني يرى كي مر من نقطة B وكي مر من نقطة C يعني سواء خدينا الإهداثيات خدمينها بالإهداثيات B أو خدمينها بالإهداثيات C نخدم مثلا ديال C لأنه في واحد صغيره سيعودنا في الحساب إذن سنقوم بإهداثيات C لدينا إهداثيات 3 صفر كنتمي لهذا المستقيم بمعنى الإهداثيات دياله يعني هذه 3 صفر يحترم هذه العلاقة هذه يعني إذا عوضنا Y بهذا 0 سنلقائك يساوي واحد على جوجي اللي ضربناه في 3 وزدنا عليه إذن ستعوض X بـ 3 و ستعوض Y ونحن عوضناه ومن بعد يعني تبسط واحد على جوجي اللي ضربتها في 3 هي 3 على جوج ومن بعد هذك 3 على جوج ستجيب على الجات واللي ناقص 3 على جوج وبالتالي المواعدة المختصرة دياله المستقيم كتكتب على هات الشكل هذا يقري كيساوي واحد على جوج X واحد على جوج A لحسبنا هنا ناقص 3 على جوج لحسبنا هنا هذا الجواب ما هو لاخر سؤال في هذا التمرين ناقص 3 على جوجي السؤال الاخر بلحسب انه يكون Delta المستقيم الذي معادلته ناقص اعطاكم مستقيم آخر وعطاكم معادله ناقص ما هذا المستقيم مع المستقيم Y بس متوازيان المعطيات اللي عندكم ماذا قال لك هو هاد المستقيم وهذا المستقيم هذا و هما متوازين او لا طيب باش يكونوا متوازين كتشوف غير الميل إذا عندهم نفس الميل يعني هاد يكونوا متوازين اذا بنسبة لجواب هاد السؤال هاد يدي المستقيمان بس و دلتا متوازيان علاش لان لهما نفس الميل اذا غاد يمشوا الاخر تمرين في هاد الامتحان اللي خاص بالهندسة الفضائية دونك هنا يعطاكم مجموعة من المعطيات و السؤال اللي قال لك احسب O A دونك هنا بالنسبة للاحظنا الشكل مزيان O A يعني من المسافة الفاصلة بين المركز دي القاعدة هاد النقطة A دونك بالنسبة للطرقة كيف هاد ينحسبوه O A دونك هنا لاحظو الشكل مزيان O A هي النص ديال بضلع A C بمعنى إذا كتعرف حال في A C يكفي فقط انك تاخد A C وتقسموه على جوج اذا غاد ندير لدينا O A كي يساوي A C على جوج دونك تبقى لنا فقط يعني اننا نمشي و نحسبوه A C و فاشنا نوجدوه غاد نقسموه فقط على جوج و غاد نلقاو O A تقسموه A C نحن تلاحظو هاد شكل مزيان A C هو الوطر ديال هاد المثلات هاد نحن اعتبرنا المثلات A B C نحن هاد المثلات A B C ورقائم الزاوية في النقطة A اذا حسب مبارهنات فيتاقورس المباشرة فان هاد A C هو الوطر و A C يساوي A B C و من بعد غاد نعود هاد جوجه هاد بالقيام دياله هنا نفل المعطيات بالنسبة A B نفل المعطيات هي 4 وبنسبة B C بحال A D لك تساوي 3 غاد نحصله على A C و A C يساوي 4 و A C 2 و A C 2 يساوي 25 بمعنى أن A C يساوي 25 وهو 5 سنتيمتر لك وجه A C لقيته في 5 لكي تلقى O A يكفي فقط أن تأخذ 5 وتقسمها على جوج وهو جوج فاصلة 5 إذا O A يساوي 5 إلى جوج وهو جوج فاصلة 5 سنتيمتر إذا كان هذا هو الجواب لهذا السؤال الأول سيقوم بالسؤال الثاني بالنسبة للسؤال الثاني قال لك تحقق أن S E كي ساوي 6 سنتيمتر بالنسبة ل S O هو الارتفاع لهذا الهارام هذا نفل المعطيات انه ارتفاع وبالتالي سيكون عمودي على هذه القاعدة وبالتالي س O A سيكون متلات قائمة الزاوية هنا يعني يكفي فقط أنك تبق مبارهنة فيتاقورس المباشرة وتحسب هذه الدلة إذا سنتقوم بالنسبة لنا A S O سيكون متلات قائمة الزاوية في النقطة و إذا حسب مبارهنة فيتاقورس المباشرة فإنه بالنسبة للدلة اللي بغينا A S O و لا ماشي هو الوطر و لا ماشي هو الكبير الكبير هو هذا S A نحن بالنسبة للسؤال نريد أن نضع هذا الصغير هذا الصغير على كي يساوي هذا الكبير والسي 2 ناقص هذا الصغير أخر والسي 2 لأنه إذا جمعتين لدينا هذا الصغير والسي 2 إذا هذا هذا الصغير إذا هذا الصغير هذا يساوي هذا الكبير والسي 2 ناقص هذا والسي 2 و ما الذي سنفعله هنا فقط نختصره قليلا و بالنسبة ل S O يساوي هذا الوطر هذا الكبير والسي 2 ناقص صغير الأخر والسي 2 وهو A والسي 2 يمكن أن يكون هذا الوطر S A يمكن أن يكون هنا ناقص 6.5 ناقص 9.5 ناقص 6.5 ناقص 6.5 و تحسب 7 و يتعطيكم هذه القيمة ثم ناقص 6.25 كينا طريقة أخرى كينا نحسب هذا يدير بحل متطابقة ناقص 3 A A ناقص 3 A A A A A A B الآخر سؤال في هذا الامتحاب وهو حساب الحجم إذن بالنسبةل العلاقة التي لدينا في الداس الحجم هي هذه V تساوي S H على ثلاثة يعني المساحة القاعدة ضرب الارتفاع و تقسم كل شيء على ثلاثة ضروري في الهرم نقسم على ثلاثة إذن سنرد المساحة القاعدة كيف سنحسبها في المعطيات القاعدة على شكل مستطيل إذن سنقوم ثلاثة ضرب هذه هي المساحة القاعدة وبنسبة الارتفاع سنقوم بإذن سنقوم بإذن سنقوم بإذن سنقوم بإذن ثلاثة ضرب ضرب سنقوم بإذن ثلاثة ممكن بطريقة تحسب سواء أن تقوم بإذن هذا الجودة كامل و تحصل على واحد نتيجة نتيجة قسمها على ثلاثة أو لا تفكر أن بأسهل طريقة أن تختازل مدام سنقوم بإذن ثلاثة سنقوم بإذن ثلاثة 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 سنقوم بإذن ثلاثة ثلاثة لأن الأمر يتعلق بالحجم وبالتالي ضرورة تدير ثلاثة ثلاثة الأبعد إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا التصحيح وقبل توديعكم أذكركم مجددان أنه تم رفع مجموعة من ملخصة الدروس الواردة بالامتحان الجهوي على القناة وكذا امتحانات جهوية مصححة يمكنكم متابعتها وأيضا مشاركتها مع أصدقائكم حتى يستفدهم أيضا غير ذلك نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى موسيقى